مزاح ينتهي بكارثة في بغداد تحديدا في منطقة الكرادة وهذه الحالة تمثل واحدة من حوادث السلاح المنفلت في العراق الذي ولد قتل ومآسا بسبب تكرار جرائم القتل غير العمد والإصابات الخطيرة باستخدام الأسلحة الخفيفة كالبنادق والمسدسات ما يؤدي في النهاية إلى فواجع بالرغم من كون الجريمة غير مقصودة حوادث القتل في العراق تسببت بغضب شعبي من جراء السلاح المنتشر في أيد العراقيين الذي لم تتمكن الحكومات بعد عام 2003 من حصره كما تطالب منظمات حقوقية وأخرى معنية بالمجتمع المدني بسحب هذا السلاح لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي وأنزال العقوبات على المتورطين بهذه الحوادث في ظل عدم تمكن الحكومة من تنفيذ عودها بحصر السلاح بيد الدولة خبراء أمنيون أشاروا إلى أن السلاح يمثل أكبر التحديات الأمنية والمؤثرة على الحياة المجتمعية بسبب حالات القتل المقصودة أو غير المقصودة وهو في متناول يد الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وصدفشل الحكومات في معالجة هذا الملف حتى أصبح حصول المواطن على قطعة السلاح سهلا بسبب وجود متاجر تبيع الأسلحة فضلا عن وجود منصات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع السلاح وسط تقديرات تشير إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف داخل المجتمع ملف السلاح المفلت في العراق مثل واحدا من أبرز الملفات التي فشلت فيها حكومة السودان كمثيلاتها سابقة بعد عام 2003 وحتى الآن وما حملاتها الأبنية لحصر السلاح بيد الدولة إلا شعارات للمتاجرة والدعاية وسط وجود كتل وأحزاب تمتلك أسلحة وميليشيات تسيطر على الشارع بقوة السلاح وتفرض سيطرتها على أي حكومة اشتركوا في القناة